كان يتعرض هذا الفتى لتنمر لكونه نحيل ويعاني من الجنف ولكن قرر إحداث تغيير في حياته وبدأ أولا بإجراء عملية جراحية في ظهره لعلاج إعجاج عموده الفقري وبعد تعلم المشي من جديد لم يضيع أي وقت حتى بدأ في الذهاب للصالة الرياضية واستمر في التمرن متحديا للصعوبات ومحاولة التحسن مع مرور الوقت وبعد حوالي سنة تغير شكله من هذا إلى هذا بحيث تمكن من الإثبات لنفسه وإلى الجميع قوة عزيمته هذا المتزحلق على وشك القيام بشيء مرعب وعلى الرغم من وجوده في مكان شاهق يقترب من الحافة لشق طريقه نزولا وبينما صديقه يصوره يقوم هو بالتزلج على هذا المنحدر هل تريد تجربة هذا؟ عندما حاول هذا الرجل ذو السبعة والسبعين عاما سحب أموال في وقت متأخر من الليل حاول هذا الشخص سرقة أمواله لكن ما لم يتوقعه السارق أن الرجل المسن سيقف في وجهه ويدافع عن نفسه وهو ما جعل السارق يراجع حساباته ويلوذ بالفرار لهذا الرجل عمل ممتع فهو يملأ حفر الغولف بعد الانتهاء من استعمالها ونتائج عمله رائعة فهو يبدأ بوضع هذه الآلة في الحفرة لغرض ملء الحفرة بالعشب بعد ذلك يقوم بسحبها مجددا ومحاولة إصلاح محيط الحفرة ليكون متلائم بصورة متكاملة مع العشب المضاف وبعد رش القليل من الماء وتمرير أنبوب صلب عدة مرات تبدو أنه لم تكن هناك حفرة من قبل ما رأيك في براعته؟ غش هذا الرجل في اللعبة وكعقوبة له ولكل من يغش يقوم الجميع بالإصطفاف في مكان واحد والإطلاق عليه في نفس الوقت وإذا رفض فعل ذلك يتم منعه من اللعب مجددا ما رأيك في هذا العقاب؟ يعتبر هذا أحد أصعب التمرين التي يمكن رؤيتها من سائق الدراجات لأن هذا التمرين يتطلب الكثير من القوة وقدرة التحمل لتدوير الدواسات مرة واحدة فقط وعند مراقبتك لهذا الدراج وتعابيره يمكنك فهم حجم الجهد الواجب للقيام بهذا التمرين هل تريد تجربة هذا؟ هذا الفتى حول جزازة العشب الخاصة به إلى سيارة سريعة وكما ترون يمكن الانحراف بها وهي تبدو رائعة حيث قام بصنعها بنفسه لتعمل في كل الظروف ولجعلها أسرع طريقة لقطع العشب هل تريد تجربة قيادتها؟ لصائد السمك هذا عمل صعب حقا فهو يتميل ويقذف على الجدران باستمرار وحتى الأكل أو النوم يصبح من الصعب القيام بهما ولكن بعد أعوام من مزاولته لهذا العمل أصبح قادرا على أن يمسك نفسه والقيام ببعض الحركات الرائعة ويقول بأن العمل يستحق العناء بالرغم من الظروف الصعبة هل تريد ممارسة هذا العمل؟ هؤلاء الدراجون يقودون نزولا في مناجم سلوفينية قديمة وكلما واصلوا في النزول تزداد صعوبة القيادة وعليهم المناورة وإيجاد سبيل في هذه الطرق الضيقة وامتلاك خوذة مزودة بإضاءة هو بالتأكيد أمر ضروري هل تريد تجربة هذا؟ لا تعبث مع مستعمل الصوت المحترف هذا ويعود السبب في دقة استعماله للصوت في كونه بطل عالمي لمرتين في رياضة استعمال الصوت وعندما يسأله متابعوه عن ما إذا كانت دقة ضرباته حقيقة أو لا فهو ببساطة يرد بفيديو مثل هذا بحيث يبدو أن ضرباته لا تخطئ هدفها مطلقا ما رأيك في براعته؟